اشتركوا في القناة بمعنى ديك الـ Education from primary to university اللي كتعطى للـ Students يعني ديك القراية ديك السيستمت القراية اللي كيكون من البخيمير من الابتدائي حتى الجامعة عاد عندنا Non-formal education بمعنى Teaching children أو Adults not attending school بحل محول أمية مثلا مش كان قرروا أطفال أو لنس اللي هما كبار اللي ما كيمشوش المدرسة ولما عمرهم ممشو المدرسة Informal education بمعنى Learning from daily experience By watching and doing يعني انك تعلم عن طريق التجارب اليومية عن طريق انك تشوف مثلا تشوف شي تجربة وتديرها Alright Vacational education بمعنى It prepares learners for job or career يعني كتكون غالبا في الصيف ولا ذك شي باش تسمى Vacational education كتستعدو لك تخلي المتعلمين يستعدو يا إما باش إنهم يخدمو شي خدمة أو لو يتبعو شي كارير Special education هي education of children with special needs يعني الأطفال ذكي الـ education اللي كيكون بالنسبة لأطفال ده والإحتياجات الخاصة Gifted education هو التعليم اللي كي تعطى الأطفال اللي هما يا talented أو لك gifted اللي هما موهوبين Basic education بمعنى Teaching basic needs such as reading writing and numbers بمعنى تعلم تعلم فقط ذكي الـ basic needs الإحتياجات الخاصة بحل مثلا reading القراءة الكتابة والأرقام عندما عندزوا الفكابر اللي عندنا في هاد اليونت سوعدنا Literacy بمعنى المعرفة Portfolio بمعنى الملف ديال التلميذ Dropouts بمعنى الناس اللي مقاطعين عند الدراسة Compulsory إجباري شي حاجة هذا إجبارية Skill مهارة e-learning تعلم عن طريق تكنولوجيا Brainstorming بمعنى العصف العصف الدهنية ولكن معنى ما كنفهموهاش بالضبط بالعربية بحال هاك Brainstorming بمعنى انك مثلا ما فيش كاتب تكتب writing أول حاجة كتديرها هو كتدير العملية ديال Brainstorming كتاخد اللي في بالك كتكتبها هاد العملية هاد هي اللي كتسمى Brainstorming Gifted اولا Talented بمعنى موهوب Partnership نعنى شراكة Educate اولا Education يعني هنا أعطتكم الكلمة والإسم ديالها سعدنا Educate اولا Education هو يعلم Graduate Graduation يتخرج Aware Awareness واعن Conscious Consciousness كذلك واعن هو بحلقة نادسون إنه مجال بعضياتهم Sensitize Sensitization يحسس Illiterate Illiteracy أمي أوكي Poor Poverty فقير Assist Assistance يساعد Prior Priority أولوية نشوف الكوليكيشنز اللي عندنا في هاد اليونيت Boarding School لما أنا مدرسة الداخلية اللي فيها الداخلية اللي كيسكنوا فيها التلامت Critical Thinking التفكير النقدي Problem Solving حل مشكلة Note Taken أخذ ملاحظات Active Learning التعلم النشط Universal Values القيم العالمية Cooperative Learning التعلم التعاوني Literacy Classes أقسام محو الأمية Multimedia Room غرفة الإعلامية ندوسوا الأكسرسيس نمبر 1 Match the words to make collocations إذن هناك في العادة يعني كنتنا التايمر ديالنا احتيس لي ونجاوبوا عليهم إذن نبدأ الجواب هو Boarding School نشوفوا التانية الجواب ديالتانية هي Literacy Classes نشوفوا التالتة الجواب هو Multimedia Room نشوفوا الرابعة نشوفوا الرابعة هو Critical Thinking شوفوا الخامسة الجواب هو School Uniform شوفوا السادسة الجواب هو Note Note Taking نشوفوا الأخرى الجواب هو Drop Out of Schools شوفوا التامنا الجواب هو Active Learning شوفوا آخر واحدة والجواب هو Problem Solving ندوسوا الأكزارسيس تاني Fill in the blanks with the collocations from exercise number one As his family used to live يعني غد نعمروا هاد الفراغات هادوا بالcollocations اللي درنا في الأكزارس اللولاني As his family used to live in the countryside نبيل نبيل had to go to الجواب هو Boarding School نشوفوا التانية Students prefer to sitting in class and listening to a teacher Prefer مما نكي فضل الجواب هو Active Learning تالت Before she joined my grandmother wasn't able to read or write الجواب صحيح و Literacy classes الرابعة is a serious phenomenon that affects our society negatively phenomenon هي ظاهرة نبدأ الجواب صحيح هو Drop out of schools 5 Help students improve their abilities to find solutions to exercises نبدأ الجواب صحيح هو Problem Solving نشوفوا السادسة Logical thinking that draws conclusions from facts is called Facts هما الحقائق نبدأ جواب صحيح هو Critical thinking شوفوا السابعة At the graduation ceremony students wear الجواب صحيح هو school uniforms نشوفوا التامنا The ministry of education launched a new program to equip schools with جواب صحيح هو Multimedia room نشوف exercise 3 Put the words and brackets in the correct form إذن هات الكلمة اللي بين القوسين غد نحطهم في الفورم الصحيح نبدأ باللولانية The Moroccan government is doing great efforts to fight illiterate in rural areas نبدأ الجواب الصحيح هو اللiteracy Number 2 Our education system needs improvement نبدأ الجواب الصحيح هو educational system تالت A lot of students drop out of school because their parents are poverty نبدأ And الجواب الصحيح هو poor 4 We should provide poor families with finance assistance to be able to send their children to school نبدأ الجواب الصحيح هو financial assistance 5 Educate is the most powerful weapon و سلاح Sid Nelson Mandela نبدأ الجواب الصحيح هو education 6 After students graduation from high school they go to the university الجواب هو graduate سابع NGOs and associations need to collaboration and organize some sensitized campaigns about the importance of schooling نبدأ الجواب الصحيح هو collaborate and organize some sensitization campaigns about the importance of schooling نجوفوا التمرين الرابع اللي هو آخر التمرين complete the chart below عندنا الكلمة وغنكتبوا له نون جيلها نبدأ باللولة اللي هي educate الجواب صحيح هو education graduate and جواب صحيح هو graduation aware and الجواب صحيح هو awareness sensitize الجواب الجواب صحيح هو sensitization conscious الجواب صحيح الجواب صحيح هو consciousness poor 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 الجواب صحيح هو poverty assist الجواب صحيح الجواب صحيح هو priority واخر واخر وحد الجواب صحيح هو important بون هذا الفيديو هذا هو party من ذاك البرنامج مراجعة اللغة الانجليزية اللي درت هذا العام باش انكم تراجعوا اللغة الانجليزية في 12 أسبوع وديجا بدينا دب احنا في الأسبوع الثالث ماشي مشكلة اغنخلي لكم البروغرام التحت وغتتبعو من الأسبوع الثالث ان شاء الله باش انكم ان شاء الله تتعدوا للوطني ديالكم بكل راحة وتحاولوا انكم ترجعوا لك الويكس واحد انتو باش تقدروا البروغرام لا تنسوا الضغط على لايك ولا تنسوا في القناة لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس باش وصلكم فيديو تجداد ان شاء الله كيف العادة شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء في فيديو آخر